موسيقى طيب انت سمعت المقدمة أخ إليا وانه فعلا المسيح تجسد عاش حياة خالية من الخطية اتألم ومات على الصليب قام من الأموات ظهر للتلاميذ أربعين يوم وصعد إلى السماء وأعطى الروح القدس وكأنه الصفحة اتسكرت في هذا الموضوع عدا أنه منقرأ في صفر رؤية عن مجيء المسيح الثاني كأنه شيء مستقبلي جدا وتركنا الموضوع عند هذا الحد شيء ثاني أنا ذكرت أنه المسيح متميز إذا درسنا أسماءه طبيعته صفاته بس اليوم الكهنوت هي وظيفة من وظائف المسيح وطالما قلنا متميز ففي وظائف كتير المسيح شغلها بس أذكر ثلاث منها المسيح هو كاهن اللي رح نتكلم عنه وكاهن طبعا عظيم متميز نبي من خلال وظيفته وأيضا ملك فالمسيح ملك وكاهن ونبي وكل هذه الأقوال هي صحيحة مرات كتير ناس بقولوا آه المسيح نبي هو مظبوط نبي ونبواته كلها كانت صحيحة لأنه كان يعلم كل شيء لكن هو أعظم من نبي من نبي فأنت ذكرت عن أنه ربحت على قلبك أنه المسيح بعده بيشتغل بعده بيعمل هو موجود في السماء موجود في السماء فأنا عاوزك إذا ممكن يعني تعطينا المغزى أو المفهوم لوجود المسيح الدائم في السماء من أجلنا نحن وجود المسيح في السماء أمر يخص إكرام المسيح نفسه وأمر يخص بركة المؤمنين كمان أخي نزار أولا يخص إكرام المسيح نفسه عندما قال الكتاب في رسالة أفاسوس أصح واحد إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السمويات فوق كل رياسة وسلطان وأخضع كل شيء تحت قدمي إذن وجود المسيح في السماء أمر يدعون أن نفهم أن هناك إكرام خاص للرب يسوع ومكافأة له بعد إتمام عمل الكفارة هنا على الصليب ده اللي عاوز أسألك في يعني إيه المغزى لوجود المسيح يعني شو عم بيعمل أو ممكن تعرفنا أكتر عن وجود المسيح في السماء وجود المسيح في السماء أولا إكرام لإسمه الكريم المبارك الأمر التاني كمان وجود المسيح هناك في السماء يقول لنا الكتاب أنه أعطاه إسما فوق كل إسم لكي تكسب إسم يسوع كل رجبة ممن في السماء ومن على الأرض فوجود الرب يسوع المسيح في السماء هناك إكراما لشخصه الكريم المبارك لكن وجود المسيح أيضا في السماء أخي نزار هو استمرارية الخدمة التي يقوم بها لأجل المؤمنين اسمع ماذا يقول في عبرانين تسعة عدد اربعة وعشرين المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة باليد بل إلى السماء الحقيقية ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا فالمسيح الآن في السماء ليكمل خدمته لأجلنا ليست خدمة الكفارة التي أتمها على الصليب لكن خدمة الشفاعة وخدمة الكهنوت التي سنتكلم عنها النهار بنعمة فإذا من ناحية هو بيخدم من أجلنا وما زال يعني الكاهن العظيم بيشفع من أجل المؤمنين ومن ناحية أخرى هو موضوع العبادة والتسبيح الملائكة وأجناد السماء اللي بترنم في السماء للمسيح صحيح في وسط العرش المترجم للقناة